قال السفير الروسي في العراق إلبروس كوتراشيفة أن حريفة واشنطن خرجت عن السيطرة في حربها الجرهية وأكد أنه في الأزمات السابقة كان لروسيا دور النفل السيطرة على الأمور بطريقة أو بأخرى لكن هذه المرة فأن باريس ولندن وواشنطن ترفض كل مقترحات موسكو للحل وأشار السفير إلى أن تحالف ما بين روسيا وإيران لا يعني أن تتدخل روسيا عسكريا في الدفاع عن إيران اتعرضت لهجوم فليس هذا ما تعنيه كلمة تحالف بالنسبة لروسيا ومستذكرا الحرب العراقية الإيرانية التي قال أن موسكو بقيت خلالها تحتفظ بعلاقة صداقة مع الطرفين وأضف أن الروس داعمون لإيران منذ زمن طويل ويدعمون حق البرنامج النووي الإيراني وكانوا من بين أطراف قليلة دافعت عنها وفي المقابل إيران تدعم روسيا سياسيا على الأقل في الحرب ومدت يد العون فهي دولة صديقة وحليفة ومدت يدعم روسيا حليفة